هنطلع بالسلمة الثالثة وهو موضوع البوتوكس ومعنا فيديو بقى حيوضح الحتة دي بردو البوتوكس زي ما قلنا مادة بتتحين للعضلات وقلنا ان ايه الرقبة فيها عضلة مشهورة ايه اسمها البلاتيزمة وهيبينة قدامنا ايه صورة على الشمال بين الخطين اللي بطول قلت عليهم من بدري والعضلة كان لونه احمر في الصورة معنا هي دلوقتي ايه ده بوتوكس وبيتم حقنه للعضلة اللي انا قلتلكو عليها وبيتم بطريقة معينة عشان نوصل للطبقات السطحية خلينا نشوف اللي على الشمال وعليمين ده تفي تحسن بعض الشيء بس دي حالات معينة برضو هنلاقي هنا تحسن مش جامد قوي بس في تحسن عشان هنا حالة عندها ترحل في الجلد مع مشكلة العضلة كمان يعني دي كان ممكن تعمل شد اصلا للرقبة عملية بس هي مش عايزة مثلا عملية فبتحقن بوتوكس عشان العضلة عندها في مشكلة هنلاقي دي مثلا التحسن فيها اعلى شوية عشان درجة ترحل مش عالية قوي دي بقى قوي التحسن عندها عشان الجلد مش مترحل قوي وعندنا العضلات اللي كان فيها المشكلة بشكل اساسي فهنا توظيف الموضوع صح عشان برضو نرجع ونقولها هي الفكرة دايما ايه انا ببسط جدا بالمرضى اللي بتبقى قارية وعرفة وامتابعة بس فيه ناس بيكونوا سمعين الكلمة بس وجايين يعملوها يعني ايه يا دكتور انا عاوز اعمل نيفرتيتي ناك نيفرتيتي هي ورقبة نيفرتيتي دي حاجة مشهورة او بقيت متدولة على فكرة دلوقتي الموضوع والتعبير ده اصلا زهر باستخدام البوتوكس والبوتوكس زي ما قولنا هي مادة بتشتغل على العضلات يبقى لو سيدة جيالي بالدهون قوي او جيال اي دكتور يعني في الدنيا جيال بالدهون كتير في الرقبة وعندها المنطقة اللغد كبيرة او عندها تراحل كتير في الجلد وجيال تعمل بوتوكس ممكن ما تستفيدش قوي هيبقى الاستفادة بسيطة جدا على مستوى العضلات والمشكلة اللي كانت فيها عشان كده التشخيص وان احنا نحط كل حاجة في انصابها ونقول ان احنا نعمل نيفرتيتي نكلمين وتستجيب بنسبة كبيرة هو الناس اللي عندهم مشكلة اساسية في عضلات الرقبة وتراحل الجلد طفيف وما فيش دهون كتير هنا هيستفيده بشكل فعال قوي لكن هو بشكل عام لو توظفت عمول في كل الناس هيبقى فيه استجابة وحتتتحسن بس بدرجات بقى متفاوتة كل واحدة هنا بقى الموضوع محتاج تشخيص عشان كده مش كل الناس تيجي تقول يا جماعة عاوزين نعمل نيفرتيتي نك عن طريق البوتوكس تمام؟